تحياتي للجميع معك أبو ميلاد هذا الجزء السادس من شرحي لكاميرات كانون بتأمل من الجميع انه يشاركوا هذا الفيديو مع الاخرين ويشجعوا الاخرين على الاشتراك في قناتي ايضا هاي فرصة انك تعمل سبسكرايب وايضا تقوم بقرع الجرس حتى يصلك كل شي جديد في قناتي في اسفل الفيديو في اليوتيوب سوف تجدوا لائحة بكل الاجزاء المتعلقة بهذا الفيديو بنصحكم تشاهدوها وتشاركوها مع الجميع في هذا الجزء سوف أتحدث عن اعدادات تصوير اعدادات تصوير الفيديو وليس تصوير العادي فعمليا في هذه الكاميرا هناك وضع لتصوير الفيديو وذلك عبر مفتاح تشغيل الكاميرا فإذا اخترت امكانية ثالثة فهي تصوير الفيديو وعندما تختار هذه الامكانية فإن اعدادات تصوير سوف تختلف من اعدادات تصوير الصور العادية إلى اعدادات تصوير الفيديو فعندما تكون بوضع الفيديو قم بتضغط على زر مينيو واختيار اعدادات التصوير وتلاحظوا اختلاف الإعدادات فهناك خمس أقسام القسم الأول هو حجم تسجيل الفيديو هنا أستطيع أن نختار حجم تصوير الفيديو وسرعة كل إطار هل أريد فول إتش دي 60 إطار 29 إطار في الثانية إلى أحجام أقل وأقل دائما أنصح أن تصور بأكبر جودة موجودة في الكاميرا وهي فول إتش دي بسرعة 60 إطار في الثانية الزوم الرقمي غير مهم تسجيل الصوت هنا أستطيع أن نتحكم بتسجيل الصوت هل أريد تلقائي يدوي أو تعطيل هنا أستطيع أن نتحكم بقوة المايكروفون الموجودة في الكاميرا أو إذا كنت بإصال المايكروفون خارجي فهنا تستطيع أن نتحكم بقوة المايكروفون خارجي تصحيح نرف للعدسة غير مهم إلكتروني للعدسة MF في حال أنك تستدامت عدسة يدوية غير مهم ممكنية التالية تعريض الضوء حدثت عن هذا الأمر في الجزاء السابقة سرعة ISO نفس الأمر ISO تلقائي نفس الأمر الذي ينطبق على التصوير العادي ينطبق على تصوير الفيديو فنصحكم تراجعوا إعدادات الكاميرا للتصوير العادي حتى يكون الشرح مختصر محسن إلى الإضاءة التلقائي يتعلق في الظل في الصورة وكيف التعامل الكاميرا مع الأماكن المظللة في الصورة نمط الصور التحدث عن ذلك وتوازن بيض أيضا تحدث عن ذلك فعمليا كل هذه الأمور تحدث عن ذلك وهناك فيديوهات شرح لهذا الأمر جزء الرابع وهو يتعلق بعمل نظام الفوكس في تصوير الفيديو وليس تصوير العادي فعمليا الإمكان الأولى هي Movie Servo F عمليا هل Servo هي عمليا الفوكس المستمر في تصوير الفيديو هل تريد أن يكون هناك فوكس مستمر في خلال تصوير الفيديو فعمليا عندي تمكين تعطيل تمكين تعطيل الأمر يعود إليك فإذا بدك تركز على هدف ثابت فممكن تعمل فوكس يدوي إذا بتصوير هدف متحرك يجب أن تقوم بتفعيل هذه الإمكانية بعد ذلك طرق تركيز البؤر التلقائي طريقة عمل فوكس فعمليا عندي هنا تتبع وأيضا الكاميرا سوف تتعرف على الوجه منطقة سالسة ونقطة واحدة عمليا منطقة سالسة هي عمليا سوف تختار منطقة معينة وأيضا ممكن أن أختار نقطة واحدة وأحدد هذه النقطة أين تريد الكاميرا أن تقوم بعمل فوكس مرة أخرى إذا بتصوير مثلا أطفال بتصور شخص معين مفضل أنك تعمل فوكس تتبع مع الوجه فهذه أفضل الإمكانية إذا بتصور هدف ثابت مثل منتجات أو أشياء ثابتة فممكن تختار نقطة واحدة للتركيز مرة أخرى هذا الأمر يختلف حسب اختلاف طبيعة الأمر الذي تقوم بتصويره بعد ذلك مؤقت الكهز غير مهم عرض الشبكة هنا استطيع أن أعرض الشبكة التي ستضع على شاشة العرض وهذه الشبكة مساعدة في التصوير إذا أردت أن تطبق قواعد مثل قاعدات التثليف الأخرى فممكن أن تختار مثلا ثلاثة على ثلاثة وهذه الشبكة ستضع في المنظر وأيضا على الشاشة هنا القسم الخامس من إعداد تصوير الفيديو سوف أتحدث أكثر عن فيلم فاصل زمني المقصود هنا تصوير تايم لابس فعملية هي معطلة سوف أكون بعمل تمكين هنا استطيع أن أحدد إمكانيات تايم لابس المقصود الأولى هي فاصل زمني استطيع أن أحدد الفاصل الزمني بين كل صورة والصورة فمثلا أريد أن يكون فاصل زمني بالثواني دقائق إلى آخره ففي هذه الحالة سوف أختار ثانيتين موافق عدد لقطات أكم سورة أريد أن تصوير الكاميرا طبعا إذا أختار ثلاثة صورة فبين كل صورة وصورة سوف يكون هناك ثانيتين يجب أن تكون بحساب المدة الزمنية لهذا الأمر مجال الصور هو من صورة حتى 9999 صورة فمثلا إذا اخترت مثلا دعنا نقول 1300 صورة فتلاحظوا في الأسفل مدة التايم لابس سوف تكون 43 دقيقة تقريبا وفي النهاية سوف تحصل على فيلم تايم لابس مدة الفيلم هو 43 ثانية طبعا هذا الأمر يتغير بعدد الصور المتقطة والفاصل الزمني الإمكانية التالية هي تثبيت عريض الضوء التلقائي هل تريد أن تقوم الكاميرا بتغيير التعريض للضوء خلال التصوير هل تريد أن تصور أول صورة أو آخر صورة بنفس التعريض فهذا الأمر جدا مهم عندما تصور تايم لابس للغروب لأن الإضاءة تختلف بشكل جدا سريع من صحكوا جلبوا هذه الإمكانيات إيقاف شاشة العرض خلال تصوير الفيديو حتى تحافظ على إطاقة البطارية مفضلا أن تكون بتعطيل شاشة العرض اللي هي LCD هل تريد أن تسمع صفير عند التقاط كل صورة مفضلا أن تقوم بعمل تعطيل لهذا الأمر لأنه صفير يحتاج إلى طاقة وهذا الأمر سيسالك من طاقة البطارية فعمليا هذه الأمور التي تتعلق بتايم لابس شكرا على المشاهدة ومرأة أخرى بدعوكم للاشتراك في قناتي في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد